السلام عليكم خوتي ان شاء الله تكونوا لابس صحتكم اليها جيتكم اليوم في فيديو جديد فيديو تعليم خوتي رح نعطيكم معلومات مهمة بالنسبة للناس اللي رحم يدوه في الرفض هنا بزاف ناس خوتي يعطوهم في واحد المعلومات خاطئة ومغلوطة ان شاء الله في هذا الفيديو رح نجاوبكم على هذا التساؤل واذا بي خوتي انتم مثل تفهموا الناس اللي تعرفوهم وتعطوهم هذه المعلومات لانني متأكد منها مئة بالمئة خوتي باش ما يقعوش في النصب والاهتيار وما يكذبوش عليهم لان كان بزاف ناس يعني يهضروا باش يهضروا معدامش يعني معلومات صحيحة خوتي ان شاء الله يعني في هذا الفيديو رح نعطيكم يعني بزاف كوتكم ديزان فورمسيون ماذا بي ان شاء الله تفرجوا معنا الفيديو حتى الاخير باش تستفادوا من هذا الفيديو وكذلك خوتي فضلا وليس عمرا يعني نطلب منكم ان شاء الله انكم ديرونا اعجاب الفيديو هذا باش يوصل بزاف ناس ان شاء الله يتفرجوه ديرونا متابعة لمازال مداروش خلونا نبدأ ان شاء الله فيديو على بركة الله خوتي بالنسبة للناس اللي راهم يدوا في الرفض فيزا تركيا كان بزاف ناس يعطوهم واحد المعلومة مغلوطة واللي هي يقول لهم أعطوني ثلاث ملايين ولا ربع ملايين ولا زوج ملايين باش نحكم السيستام ورا عندي معرفة في القنصلية وعندي معرفة في السفارة نقول لهم باش نحكم السيستام وتقدر تدي الفيزا نورمال يعني هذه الخوتي هذه المعلومة بالضبط معلومة كاتبة واللي يقول لهلك راح يكذاب ونصب يعني ما تدوش عليهم خوتي في هذه الهضرة يقول لك واحد يبعث لي دراهم باش نحكم السيستام وواحد يقول لك لازم لك تشريده اشتركوا في القناة 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 سلام اشتركوا في القناة